كان وما زال التغيير السكاني في سوريا أحد أهم الملفات التي شغلت السوريين في السنوات الأخيرة ومع أن هذا التغيير لم يكن وليد الأحداث التي عاشتها البلاد مؤخرا إلا أنه أصبح اليوم واضحا وجليا أكثر مع اتساع نطاق المناطق التي هجر النظام أهلها أو قتلهم أو اعتقلهم وفي ظل انشغال العالم بيوميات الحرب في سوريا والانقسام الحاصر ما بين مؤيد لثورة السوريين على نظام فاسد وقمعي وما بين رافض للثورة على النظام هناك مذبحة صامتة من نوع آخر تشمل الوجود السوري نفسه وتمذر بتغيير هوية سوريا لم يتأخر دخول إيران على خط التطهير العرقي والمذهبي في سوريا ولا سيما أن لديها تجربة عميقة في العراق نفذتها ميليشية إيران على بغداد وضواحيها ومدن أخرى كانت نتيجتها إفراغ تلك المدن من سكانها الأصليين باستخدام أساليب العنف بمختلف أشكاله تراهن إيران على إطالة أمد الحرب وتعقيد الحل السياسي فإن ذلك من شأنه أن يدفع المهاجرين إلى الاستقرار في أماكن اللجوء ويجعل احتمالات عودتهم ضئيلة ويخدم مشروع طهران في تحقيق تغيير سكاني وتسخير القوانين من أجل تحقيق تلك الأهداف بسلب ممتلكات السوريين والسماح للإيرانيين بالسطو عليها بأثمان زهيدة التغيير سكاني يجرى وفق استراتيجية نفذها النظام بعدة طرائق كملاحقة الناشطين واعتقالهم وتصفيتهم وتسريب قوائم المطلوبين بدفعهم إلى مغادرة البلاد ثم قصف المدن وحصارها وإجراء مصالحات تفضي إلى تهجير السكان ثم مصادرة ممتلكاتهم وإحلال آخرين يتبعون إيران والنظام مذهبيا وسياسيا لإيران وميليشيتها دور كبير وخطير في أعمال التغيير السكاني الممنهج في سوريا وما يحدث هناك هو استكمال لنهج انتبعته إيران في العراق وسوريا ولبنان واليمن لخدمة المشروع الإيراني التوسعي للتمدد في المنطقة والحلم بعودة الامبراطورية الفارسية على حساب الدول العربية التي تعيش اليوم في أضعف حالتها ترجمة نانسي قنع